فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ثم قال مكررا ومؤكدا ومن حيث خرجت يعني في أي جهة كنت من الأرض فولي وجهك شطر المسجد الحرام ولهذا قال العلماء الفرض على من يرى الكعبة استقبال عينها ومن لا يراها أن يستقبل الجهة التي فيها الكعبة ولو الحراف يمينا أو شمالا لا يضر هذا ما دام أنه استقبل للجهة التي فيها الكعبة وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة فالانحراف اليسير لا يضر ما لم يتعمده الإنسان فإنه لا يضر لأن القبلة في الجهة التي هو مستقبل ولهذا قال شطر المسجد الحرام شطر المسجد الحرام ما قال المسجد الحرام قال شطر أي الجهة التي فيها المسجد الحرام فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في بر أو بحر أو جو أو أي مكان فولوا وجوهكم شطره ثم قال لألا يكون للناس يعني اليهود والنصارى عليكم حجة أنتم لو تركتم استقبال الكعبة احتجوا عليكم فقالوا خالفوا ما عندنا لأن عندنا أنهم يستقبلون الكعبة فهم لم يعملوا بهذا فطعنوا عليكم فيه فهم سيطعنون عليكم سواء وافقتموهم أو خالفتموهم لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون